السلام عليكم باقي لك حيكون طبعا في البداية هنلجأ للمتجر تبع جوجل بلاي وحتكتب بالانجلش بك لحاله حيجبك يا بك ارت تمام وحتثبت هذا التطبيق طبعا تطبيق هذا وزنه تلاتة ميجا سبعة تلاتين ميجا وفي عليه خمسة مليون مشاهدة او متابع يعني تطبيق موسوخه اصلا طيب تمام اه في البداية بدنا كمان شغلة تانية كتير مهمة بالنسبة انه طبعا خلنا قبل نشغل التطبيق ونشوف كيف شكله تمام هاي وفتح معنا يا جماعة بنضغط هنا على تخطي طبعا هو بطلب منك تسجيل دخول في الفيس او الطيب تمام هذي اعلانات هذي كلها سيبنا بقول لك معك سبعة ايام ما سبعة ايام المهم في عندي علامة زي التحت هي اللي بده اضغط عليها تمام اخواني طبعا فيك تصمم ايش ما بدك باستخدام هذا التطبيق احنا بدنا نلجأ لكلمة رسمات شايفينها كلمة رسمات هذي بده اختار لهو اختيار قماش تمام في عندي انا هنا عدة الوان تمام بده اختار مثلا اللون هات مثلا انا بقول ع سبيل المثال هالوقت اختارت اللون هات باجي باعلم هان على السهم الموجود فوق تمام خلينا نضغط عليه تمام فتحت معنا بالشكل هاد الصفحة طيب تمام هالوقت بدي نلجأ قبل لما تصفح جوجل كرون طبعا انا جد رح اطلق مئة مجاس ومئة نوع من الاغلفة لكن انا بدي اديك شغلة يعني اللبة زي ما بقولوها الزبدة بدي تبحس عن شغلة اسمها ايه خلينا نكتب مسلا بالانجليش كوفر يوتيوب بتشانيل تمام حيديك كل المجايز تبعة الاشكال يعني ايش ما بدك بتلاقي خلينا مسلا نحمل هادي او جابل هادي خلينا نحمل واحدة تانية بس مؤقتا هاي مسلا هادي هاي تنزيل تمام هالوقت احنا حملنا هادي وحملنا اللي جابلها كمان لو انت جيت ضغطت هنا بدي تضغط على التفاصيل في الصورة وتتأكد منها هل مناسبة ولا لا جديش الصورة هادي 735 في 489 الدقة تبعتها يعني مش لازم للشغل نهائي ما بتنفعش اصلا عشان هيك تشوف اللي بقى اقول لك عنها هادي هاي هادي بسم الله ضلق ضغط وحمل تمام هاي نحملنا خلينا بالله نتأكد منها وخلينا ندخل على الصورة نتأكد منها هل هي هادي المناسبة ولا لا تمام ادخل عليها هاي التفاصيل عندك هنا 2560 في 1440 تمام آه والله عم هي الدقة اللي احنا بدنا اياها 2560 في قديش في 1440 تمام هاي جيت احنا بدنضيف الصورة هادي هان على اساس نقدر نشتغل صح هادي هي الصورة اللي احنا طلبناها اوكي بنضغط على صح وبنكبر حجم الصورة هات اللي اياها هان ايوه قبل ما نجيب عشان ما يصيرش لخبطة زغر هادي شوي في اصبعي ناكل اتنين بتقدر تتحكم فيها كيف ما بدك سواني بس خلينا نزيل الصورة هادي لانه مش هنقدر ما يتحكم فيها نضيفها من اول وجديد هاجيت هاي نضفناها بده اضغط صح ها زي ما قولت تمام بقى اسحبها بالزبط بقى اعلمها او بزيادة عشان ما يبينش الحواف عندي وبسحبها منها مية في المية بقى خريعي جد تمام هالوقت انا عملت الصورة هادي طبعا لو انت طلعت كويس في النص ايش موجود عندك في موجود عندك يا سيد العزيز مربع مستطيل الاسف المستطيل هذا انه هيبين معك بس في الجوالات اما الشاشة الكاملة هتبين معك في الكمبيوتر اللي احنا بدنا يا بدنا تبعد الجوالات بس هي اللبه هي الشغل اصلا طيب تمام على اساس نشتغل صح بدنا نيجي نضغط على ثلاث طبقات هدول بدنا نضيف طبقات شفافة او فارغة تماما جماعة ضفناها خلاص يعطيك العافية بنيجي بنضغط هان موافق هاي الطبقة هي هادي تمام بس انا اللي خاطر يعني تعملها على طول الصورة ما بديش تعملها زي ما هو عاملها تمام هيك احنا غطينا الصورة مية في المية طب انت حتقول اللي تحت حيبين واللي فوق وايش الجسة فانا بدي اريحك اصلا هيك هيك من الشغلة هادي تضغط على ثلاث طبقات هدول وبتلغل في النص تمام وبتجيم هات لو انت طلعت كيف صرت معك تمام شيك صرت معك هالوجد بتضغط هان على السهم اللي فوق وبتضغط على تحرير الصورة بيفتح معك مظهر تاني او شكل تاني وفي ملايين الخيارات هذا يعني المصممين المحترفين لازم يستخدموه اصلا التطبيق هادي هو اصلا يعتبر عالمي طيب هالجتا احنا ايش بنسوي في عندي كلمة لاصق اضغط لعليها تمام في فوق علامة بحس مظبوط اضغط على علامة البحس اكتب مسلا فيس بوك اضغط عليها وين الفيسبوك ايش بدي وسائل التواصل الاجتماعي ايش احط بالزبط خلينا نختار هيك شكل شيك مسلا هادي هادول انا متوفرة عندي كلهم هين اضفتهم هان طب افرد افرد ما عجبنيش هيجيب لك المشابهات ايوان مشابهات اللي هان طبعا مش مناسبات ولا واحدة منهم عشان هيك هم هادول اخدناهم طبعا انا بديش اصمم بشكل احترافي انا بس بدي اوضح خلصنا من فيسبوك هين ضغطت صح باجي بضغط على لاصق من اول وجديد تمام تمام هاي اللاصق هاي جيت مسلا بدي افطرد بدي انا اجيب مسلا خلينا اقول السبسكرايب لحالك اكتب بس اول حرفين لحاله بجيبها هي السبسكرايب هي هادي قديني مسلا هادي هاد عجباني شوف اللي بتعجبك بالفعل ولا يديك في المقترحات وين بدك اياها بقول لك مسلا بدي اتيجي هان تماما جماعة طيب مسلا بدي اضيف صورة شخصية الي خلينا اضيف صورة شخصية من للقناة يعني اضغط مسلا على تبعت جوجل توينز طبعا نضر بالك الصورة اصلا لازم تكون اه صيغة يعني تبعتها اه بي ان جي بي ان جي وشفافة يعني بمعنى الكلام شفافة ما فيش فيها لون ابيض ولا احمر ولا اسود لون سادة مش مبين اصلا بس الكتابة اللي احنا بنحاول نحاول نبينها. تمام اخواني? طيب ضفنا الصورة هلوقت مسلا بدي الصورة انا تظهرها هيك شو بشكل شيك يعني. تمام بس انا عشان الكتابة هيك بدي اياها. تمام? هي جوجل توينز. بدي اجي مسلا اضيف نص. الحلو فيه انه بتحكم لك في كل اشي بالنسبة للناس. خلينو نكتب مسلا النص يا سيد العزيز. حفظ. هاي قديني خطيك صغير وهتليها مسلا تحت انا بدي اياها هان. بدي ابدل اللون تبعها من هان اللون. مسلا ايش اللي عايش بك ايش فيه لون لايج? مع الصورة ييجي. مسلا هذا اللون. تمام? في جنبها كلمة سطر اضغط عليها. آآ بس بدي هي لون ابيض. شايفين كيف? الجوة سريعة في الخط كيف ما بدي انا. طبعا اللون الابيض بالنسبة للازرق دايق. طيب اخليها شفافة ولا لا? كيف بدأ اتحكم فيها? المزيج الابصر شو? عندك يعني كتير شغلات حلوة الاعوجاج. شايفين كيف اجت? انا هنا مسلا عملتها هيك. انا والله عم عجباني هيك. وبيجيب اكبرها مسلا هيك. هاي احلى صورة. طبعا انا بديش اصمم قولت بشكل احترافي. بس انا يعني اللي بده اوصله فكرة. تمام? خلاصنا من تصميم هاد. بأجيب اضغط على الساهم اللي فوق. هيجيب لي اعلان لاتسينز بطلع منه. وهيكا تبيديني الحفز. بس بقول له احفظ لي هان. حفزة في المعرض. تم. يعني يخلف عليك. هاي اغلاق الاعلان التاني هادا. تمام? خلينا نطلع منها النهائي. لو طلعنا ودخلنا على المعرض يا جماعة هنلاقي الصورة محفوظة. هادي هي. تمام? هادي هي اللي هتو انا عملتها. هادي صورة اللي هو بتطلع. طبعا يعني انا اتمنى انه الحلقة هادي تكون انت استفدت منها بالفعل. وبقد ادعوك للاشتراك طبعا في القناة على اساس تدعمني. لو انت طلعت في الصورة اللي انا صممتها بالزبط الفين وخمسمية وستين في الف واربعمية واربعين. يعني مناسبة تماما لغلاف قناة اليوتيوب. الله يعطيكو الف عافية والسلام عليكم وشكرا معيكم اخوان 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 اخوان